موسيقى اغتيال الدبلوماسي الافريقي خبر انتشر بقوة في الاولى الاخيرة بين مكذب ومؤكد داخل وخارج مصر وبعد التأكيد تم اكتشاف كذب الخبر وما هو الا شائعة مغرضة هدفها لعزعة العلاقات المصرية الافريقية من ارهابيين الفكر يتحرقون وراء سطار المواقع الاكترونية كالاشباح وللتأكيد خرجت وزارة الداخلية ببيان تنفي ساحة الخبر وللتأكيد اكثر صرحت دبلوماسي الافريقي بفيديو مصور له ينفي خبر اغتياله في مصر مكتب فيه مكتب اشتركوا في القناة 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 طبعا موقع واه بس اولاد الرافة دي بيلان نقوم على الموقع الرئيسي تبعا اشتركوا في القناة انا بتكلم كويس يا بي هو قصد عمر بي انه في الاخر كله موقع واحد لا ده مش قصدي انا غلطان يا سيدي قابل يعني يا عمر بي ده موقع جديد الاي بي ادرس بتاعه متغير بيدولوا هم اسم الموقع الرئيسي بتاعهم بعد ما يزودوا عليه حتة او حاجة يعني الار ايه تلاتين ممكن بعد كرة تبقى احد تلاتين واثنون تلاتين تمام ساعتك طب خلاص بتقفل على كل الارقام دي مينفعش يا عمر بيه ده كلام مش قبليت لان لا الارقام هتخلص ولا الحروف هتخلص تبديل وتوافيق المشكلة مش فيه مبس انا عارف يا عمر بي ان احنا مقصرين بس احنا كنا حكاية مقصرين دي حاجة مفروغ منا لكن انا نقصد حاجة تاني حاجة ايه يا عمر الناس يا فانت الناس بيشاروا اخبار وعلى انها حقيقة من غير ما يتأكدوا منا نافي الموضوع مش هيفيد اللي يفيد بجد ان احنا نمنعه من الاول ما فيش قدامنا غير كده الموضوع ده مش هيستمر زي ما بدأ حيتغير خالص يبقى كده فيه هدف تاني ورا العمليات دي اه طبعا هدف خطير وخبيث اليأس يا عمر اليأس اكبر بكتير من الخوف من الارهاب الهدف هو ان الناس تحس ان الوطن ده مستباح وعاجز عن حماية نفسه وبكده تفضل الناس غرقانة في الشك وتخبط ما يبقوش حاسين بأي حاجة حلوة بتحصل ما يبقوش بزدقين ولما الناس تكون في الحالة دي ممكن تلعب بيهم وبمشاعرهم زي ما انت عايز بدأت تحريقتك يا عمر حصل يا فاندي ويمنا السقيم مع النيابة العام هم خلاص خلاصوا معينات طيب والمكان اللي تلعب منه الخبر نوع ده ميت سايبر بتاع انترنت بس خبير العيتي اللي معايا بيقولي ان ده ممكن ما يكونش له علاقة بالمكان اللي خرج منه الخبر هم بس بيحاول يلبسوه في الموضوع مموما احنا كلمنا سيادة النيابة العام في حظر النش يا ريت يا فاندي احنا علينا ضغوط كتير قوي واحنا لسه بنجمع خيوط احنا وضعينا وحش جدا مع الاعلام بس اناعمل ايه؟ مش معهول نقول لهم ما تكلموش خالص يعني مينفعش والله اغلبهم بيقدروا الموقف بس فيه مجموعة منهم يعني بيقوموا تحمسين زيادة طيب اتصرف يا امر بس لازم توبعارف ان هم بيقوموا بشغلهم اللي فاضل ان احنا بقى نقوم بشغلنا هاسفين يا فاندي اه بالنسبة للموضوع اللي انت كلمتيني عليه انا مديك حرية تتصرف كاملة بس انت البسول انا مانا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل هناك شيء؟ لا، أبداً لا يوجد شيء ولكن أنت قلت لي أن أدل عليك لما البرنامج يبتدي ماشي، أحصره ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اه يا سلمة خليني بس انا يمنور واكلمك ميش على فكرة مفيش اي اهانة يا جمانا اللي اهانة اللي بجد اللي انت بتعملي معنا دلوقتي وانت عافة كويس جدا ان احنا على الهوى يا مادام جمانا والله يا عادي جدا حضرتك ممكن تقولي انها كانت مقدمة ولابد منها علشان احداث النهاردة وبعدين وبعدين الدخلية دي التعليمات ان احنا نخرص ونتكلم في اي هاريتي ما انا عارف ان فيه مشكلة هتحصل النهاردة وعلى شان كده انا جاي المشكلة دلوقتي عند انا يا جماعة انا خلصت القد بريك ودلوقتي قربت اخلص القتوب ليه بتعبر ما هتكون البرامج هنعمل ايه اوكي انا هكمل بس هتكلم في اختيال الدبلوماسي برضو ما هو مش موضوع عندي يا جمانا الناس عالت ان القراءة حظر النشرة هتعى الصبح نعمد ليه معاهم والله هو ده اللي عندي استاذا الاستاذ ندال ايوانا دال انت الحيط تعرف طبعا القستاشة دي كلمك يعني ايوانا دال محدش كلمك ده رأيك انت يعني وانا كده هيبقى منظري ايه قدام الناس انت شايف انه عادي طبعا وتأخير طلوعك على هوا دلوقتي هيكون ضدك مش لصالحك المهنية مش لازم تكون بالهشاشة دي مش درجة انك تعلقية على موقف او حالة ليه متحوليش الموضوع لصالحك انتي حتطلعي دلوقتي وحتقول انك مستنية حقايق ومعلومات حصرية من وزارة الداخلية في الفترة الجاية عن الحوادث دي وانك متأكدة انهم مش بس مهتمين بالوصول للمجرمين السفره دول لا لكن كمان مهتمين انهم يوضحوا دي الاعلام كل الحقايق بس في الوقت المناسب انتي بكده حتكون ايضا من انك تبقي اول حد يعلن عن التفاصيل اللي هتحصل بعد كده طبعا يلا يلا انا بتفرج انا حضرت العشب الولاد مستنين هتسيجي ولا مجهور حالا يا عبير الو ايوا يا عمر بي خاصة يا فن لا ما هو دي الصح احنا مش هنمشي بالانفعالات او امر يا فن مع الف سلام سلام يلا يا ستي انا كعين جدا طبعا اللي قلت قبل الفاصل كان مقدمة للحلقة اللي هنعملها ان شاء الله مع مسؤولين من المزارة الداخلية عشان نعرف منهم كل التفاصيل انا كم تزيد من المزارة الداخلية عشان نعرف لarius اشتركوا في القناة 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 اوه يا حج ما تعودتش ومش عارف مع اني بحاول والله بس مش هادر انا عارف انكم خايفين علي وانا كمان خايف على فكرة خايف ابعد عنكم بس انا والله مش هادر اكمل متخانق معدلي ما انا عبطول متخانق معدلي حاجة جديدة يعني بقيت مش عارف بقى هي محظورة ولا بتستمتع بالحالة اللي بقينا فيها دي سايما كنت هنيب الضمير هيرجع اللي راح انت انت حاسس بي عايز تعمل ايه انا انا حاسس ان انا عايز اشتغل اشتغل اللي بحبه ومش اللي بعمله دلوقتي عندك استعداد تدفع التمم مين قالك احاج ان انا ما بتدفعوش دلوقتي انا بقيت حاسس ان اي حاجة بتحصل انا اللي مسؤول انا ما تستعجلش يا حامسة اللي فات كان صعب واللي جاي تكرره اصعب كتير ماشي ماشي بقولك يا فرح اكلمك تاني ها دي فرح هاتي هاتي ايها فرح لما انت صاحبة بتردوش ليه بشوش عليها مش كده عشان الهانم اللي مفروض في خلاوتك بنعاقبني عشان داليا كلماتها وقعش ولا كان فرح انا مش عايز اعرفت تاني ولا عايز منك اي حاجة بسات بقولك ايه سيبك منه ولا يهمك ما تحطيش عقلك بعقله وانا اقول لنفسي بقى لكم اسموعين ما تخلقتوش طب قولي له بقى خليك جدع ونفس اللي انت بتقوله علشان انا نفسته خلاص طيب خلاص انا هكلمك تاني باي باي كانت بتقولك ايه انت هتستعبط على فكرة انا خدت الموضوع هزار انت ما يفعش تتكلم معاها كده ما لا تكلم معاها ازاي بقولك ما بتردش عليها يزي دي هي حرة ترد ولا ما تردش انت عارف مراتك لما بتحطها حد في دماغها ها دي كمان تجننت بقيت غير من اي احد بقيت غير من فرح يا سلمة بصراحة معاها حق انت هتستعبط انت كمان يا حمزة انا اختك ما ينفعش وانت متضايق تطلع غلك في اللي بيحبوك دي فرح لازم تراضيها عندك حق المفروض بقى اللي كان ياخد الطلعة دي لقى فاجوزك لا انا مسمحلكش بقى تتكلم عنه كده هو اي نعم دمو تقيل شوية بس برضو ما تقورش علي كده شوية ايه بقولك البنت اللي انت كنت بتتفرجع اه دي موزة جامدة قوي موزة ايه يا سلمة موزة ايه مش البنت دي بنت احمد هدايت احمد هدايت مين احمد هدايت مين احمد هدايت مين اه الصحفي ده الصحفي ده اخليك في جوزك ده امر وعسل اسبع على خير يا سلمة انت من اهلي بقى راضي فرح ها اشتركوا في القناة 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 ناشا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة